وقبل الفاصل الزميل محمد دامونير تواصل مع مستر بيسيرو المدير الفني الحالي لمنتخب النيجيري اللي جمع نقطتين من أول ماتشين في تصفيات كأس العالم في ظل أحاديث عن أنه قد يكون أحد المديرين الفنيين الأجانب المرشحين لقيادة نادي الزمالك فكان رده مقتضبا وقال لا تعليق على هذا الأمر في الوقت الحالي شكرا دي كانت رسالة بيسيرو إلى محمد مونير في الوقت اللي الاتحاد النيجيري نفسه بيتكلمه في تصريحات إعلامية أنه هما نفسهم يقيلوا بيسيرو لكن مشكلتهم في فلوس الراجل اللي فاتت وفلوسه اللي جاية لو أقلوه قالوا أنه إحنا أساساً اتورطنا فيه من خلال وزارة الرياضة هي اللي جابته وهي اللي قالت هتدفع فلوسه ما دفعوش فلوسه بقى إحنا كاتحاد لازم ندفع مستحقاته مش عارفين ندبرها لكن بالنظر لأنه تعادلين حصلوا وفقدان كل هذا النقاط والحقيقة قايمة نيجيريا مليانة مهاجمين مهاجمين من كل اتجاهات أي نعم غايب عنهم قسمين لكن بقيت القايمة مليانة مهاجمين من خط الوسط للهجوم للأجنحة ورغم كده إجوانهم قليلة جابوا جول في أول مواجهتين وده أمر صعب فهم عايزين يمشوه لكن مش عارفين يمشوه فهل هيمشي قبل أمم إفريقيا؟ هنشوف وهل إذا مشي من نيجيريا هينضم إلى الزمانك لنرى لكن إجابته دي بتقول أنه أنه في حاجة ما لا تعليق دي في حاجة ما ما أنكرش يعني بنسبة 100% على الأقل بعد